كان في شاب سعودي اسمه خميس برمثاني يوم من الأيام جاء له مرسول من أمير المنطقة الشرقية وقال له الأميري بغي يشوفك راح خميس مع المرسول ولما وصل طلب الأمير منه أنه يكون دليل الأمريكان جوز سعودية ينقبوا عن النفط راح معاهم خميس في رحلة استمرت سنوات وكان يدلهم في الثلاثينات بدون بوصلة والجي بي اس والأمريكان انبهروا من دقته في تحديد المواقع وكانوا يقولوله وممعقول أكيد معاك جني سادك أنا عاصم الغامضي وهذا المدوان عن سر البئر السابع وبوصلت اكتشاف النفط السعودي في 1911 قررت بريطانيا تعتمد على النفط بدل الفحم في البحرية واشتر الإنجليز حصة كبيرة من شركة النفط الإنجلوفارسية اللي تأسست بعد اكتشاف النفط في إيران عشان يأمنوا مداداتهم وبدأت تزيد أهمية النفط وقتها البريطانيين فكروا تفكير منطقي وقالوا زي ما لقينا النفط في شرق الخليج في إيران احتمال للقاء في الضفة الثانية يعني في دول الخليج العربي وقدرت وقتها شركة إيسترينان جنرال سينديكيت عند 1925 إنها تأخذ أول امتياز للتنقيب عن النفط في البحرين استمرت تنقيب هناك كم سنة بس بدون نتيجة مع الوقت والتكلفة البريطانيين طفشوا وباعت شركتهم الامتياز في البحرين لشركة أمريكية وفي نفس الفترة أخذ البريطانيين امتياز التنقيب في ساحل المنطقة الشرقية في السعودية عساس يمكن يكون حظهم أحسن هناك بس برضو دوروا كم سنة وما لقوا شيء ويبدو فقدوا الأمل من المنطقة كلها أيامها أسأل البريطانيين رسالة للملك عبدالعزيز مؤسس السعودية وقالولوا إنهم ندمانين على الوقت والفلوس اللي طيعوها في البحث عن النفط بدون فايدة وإنهم حيوقفوا تنقيب وراجعين على البريطاني في نفس الفترة كان الأمريكان شغالين في البحرين ومعطفشوا بسرعة زي البريطانيين وفي يونيو عام 1932 اكتشف الأمريكان النفط في البحرين ورجع الأمل للدول الخليج وحاول الأمير فيصل في السعودية أنه يقنع البريطانيين ينقبوا مرة ثانية لكنهم رفضوا وما أحد كان مستعد إلا شركة أمريكية اسمها Standard Oil of California المعروفة باسم سوكال في السوكال ما كانت مستعدة كذب الصدفة لا الجماعة كانوا شغالين على الموضوع مرتبين أمورهم من بدري خليني أقول لكم بكيف في عام 27 كان فيه ضابط إنجليزي يشتغل في العراق ويطغطق في التجارة اسمه جون فلبي جون زار الملك عبد العزيز اللي كان وقتها سلطان نجد وتعرفوا على بعض وصارت علاقتهم قوية وجون قرر يدخل الإسلام بعد كده وغير اسمه العبد الله مع الوقت السعودية تشكلت بالشكل اللي نعرفه اليوم وصار اسمها المملكة العربية السعودية تحديداً عام 1932 ووقت ما كان الإنجليز ماشين كان الأمريكان متحمسين على الخليج خصوصاً بعد ما لقي بيترول في البحرين قامت شركة سوكال أرسلت محامي ومفاوض أمريكي اسمه هاملتون هاملتون سمع أنه فيه واحد واصل في السعودية اسمه عبد الله فيلبي وعنده خط مع الملك تعرف عليه وقل له عندي لك عرضي فيلبي إحنا مستعدين نعطيك ألف دولار شهرياً لمدة ستة شهور ومكافأة إذا قدرت تقنع الحكومة أنها توقع معنا امتياز البحث عن النفط ووعدوه كمان بمكافأة إضافية إذا لقوا بترول في السعودية والله وافق فيلبي وبدأ يقنع الملك ووزير المالية وقتها بن سليمان وقل لهم ترى المستقبل للنفط يا جماعة وخلونا ننسى تجربة الإنجليز ونبدأ صبحة جديدة مع الأمريكان المهم بعد مفاوضات واشتراطات من الملك عبد العزيز اتفق الجميع ووقعوا في قصر خزان في جدة اتفاق البحث عن النفط في السعودية في 29 مايو عام 1933 لمدة 60 سنة وبمساحة 829 ألف كيلو متر مربع وفي عام 1933 أسست سوكال فرع لها في السعودية وسمته كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل كامباني لما بدأت الشركة شغلها في السعودية راحوا الإمارة الهفوف في المنطقة الشرقية وطلبوا من الأمير عبدالله بن جلوي أنه يدلهم على مرشدين محلية بن جلوي على طول ما تردد زي ما قلنا في بداية الحلقة دلهم على الدليل خميس بالرمثان والأمريكان حبوا يختبروه قالوا له يا خميس ودين للمنطقة الفلانية بس بخط مستقيم بدون ولا لفة والله فعلا بدون ناظور ولا بوصل ولا جي بي اس وصلهم للوجهة بدقة مرعبة وكان يحدد لهم أي موقع في الجزيرة العربية ويقول لهم المسافات بين الأماكن بها مش خطأ بسيط يعني جوجل ما بزمانه المهم مرت كم سنة بدون نتيجة وجاء عام 37 وقررت سوكال تستعين بكبير الجيولوجيين في الشركة ماكس تينكي وكانت نصيحته أنهم يستمروا في الحفر وقل لهم ترى الموضوع يبغالوا صبر ومرت كم سنة وسوكال صر لها خمسة سنوات في السعودية بدون أي نجاح في هذه الفترة حفرت الشركة تقريبا ستة أبار في الدمام لقوا في بعضها نفط بس بكميات قليلة جدا وبعضها الأبار كانت جافة ورطوبتها عالية هنا الأمريكان كانوا نووين ينسحبوا زي البريطانية وصار فيه اجتماع مصيري لمجلس إدارة سوكال عام 38 في سان فرانسيسكو في الاجتماع حاول ماكس أنه يقنع المجلس أنهم يمددوا المهمة في السعودية المجلس قال له بس يا ماكس الموضوع مكلف زي ما أنت شايف حاول ماكس هنا يبرر وقل لهم ترى حفرنا ستة أبار وقل لنا شوية نفط وبدأ يفرد خرايطه على الطاولة ويشرح المجلس الإدارة عن طبقات الجيولوجية في السعودية ويقول لهم ترى احنا جدا قريبين قال له طيب ايش تبغى؟ قال خلونا بس نكمل حفر ترى دوبة نحن نبدأ في البئر السابق قال له يلا بس لا تزودها جاءت لماكس الموافقة من هنا وعلى طول على المطار أخذ أول طيارة على لندن ومنها الرومة ومن رومة البيروت وبعدين للمنامة ومن البحرين أخذ عبارة على المنطقة الشرقية في السعودية وقتها طبعا لسه ما في جسر بين السعودية والبحرين وأول ما وصل ماكس ما أصدق خبر أخذ فريقه ومعهم خميس بالنسان وراحوا يكملوا حفر البئر رقم سبعة نتكلم عن بداية مارس عام 38 حافروا 500 متر وما لقوا شي كملوا ووصلوا للعمق ألف متر وما في أمل بس ماكس قل لهم كملوا كأنه كان حاسس شي شوية ويبدأ يسمع أصوات يعرفها بشكل جيد ولما وصلوا للألف واربعمية واربعين متر تحديدا انفجرت كميات كبيرة من السائل الأسود النفط وصلت في البداية لألف وخمسمية برميل نفط وضعف الإنتاج بعدها من شهر بعد كذا بئر رقم سبعة باسم بئر الخير ماكس راح بسرعة أرسل برقية عاجلة للشركة يوم 4 مارس عشان يبشر مجلس الإدارة وكتب لهم بالخطة العريض اكتشفنا النفط في السعودية وبدأت الشركة ترسل النفط في زوارق البحرين عشان يتصدر من هناك وأرسلت الشركة في تاريخ 1 مايو 1939 بآخر عملاقة وتم تصدير أول شحنة بحضور الملك عبد العزيز اللي فتح صمام أمبوب النفط عشان يعبي أول شحنة في الناقل بعد كذا جات الحرب العالمية الثانية اللي نهايتها كتبت بداية عهد النفط بعدين سوكال غيرت اسم مشروعها في السعودية وصار اسمه أرامكو شركة الزيت العربية الأمريكية ومرت الأيام واستمرت أرامكو في التنقيب واكتشاف المزيد من أبار النفط كان أبرزها حق البقيق وراست النورة وبدأت الشركة تتوسع وتوظف مئات السعودين إلى ما تحولت لشركة نفط عملاقة وصارت السعودية تنتظر اللحظة المناسبة عشان تتملك أرامكو بالكامل اللي كانت ملكيتها لسه أمريكية الفرصة جاءت وقت الحظر النفطي في حرب 73 اللي تكلمنا عنها في حلقة تلاح النفط السعودي أمريكا طبعاً كانت وما زالت على رأس الدول الدعم الإسرائيل اللي شملها الحظر النفطي وهذا الشي أعطى السعودية مبرر قوي إنها تستحوذ على 25% من أرامكو وقتها واستمرت السعودية تزيد حصاصها بالتدريج إلي ما استحوذت على أرامكو بالكامل عام 1980 وفي عام 1988 صدر مرسوم ملكي غير اسم الشركة لشركة الزيت العربية السعودية المعروفة باسم أرامكو السعودية وفي عام 2019 طرحت السعودية 1% من أسهم أرامكو للاكتتابة العام محلياً والهدف كان الحصول على سيولة ساعد مشاريع التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل التحدي الأكبر للسعودية برأيكم هل تعتقدوا أن التوجهة الاستراتيجية للسعودية ودول الخليج في استثمار عوائد النفط والغاد في الصناديق السيادية ممكن يخلص الخليجين من إدمان النفط؟ لا تحرمونا من أعرائكم في التعليقات وإذا عجبتكم الحلقة فلا تنسوا تشتركوا في القناة